كما زار رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة الدكتور عبدالله العليمية وعثمان مجلي كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مارب وخلال الزيارة تحدث العليمي بكلمة توجيهية لطلاب الكلية أشاد فيها بالمستوى العالي من الانضباط والكفاءة الملحوظة في سير العملية الأقادمية في هذه الكلية العسكرية النوعية مريبا عن تطلعه في أن يمثل هؤلاء الطلاب المهلون إضافة نوعية للمعسكر الجمهورية وأن يكونوا غدا بما اكتسبوه من معارف وعلوم عسكرية في مقدمة صفوف القوات المسلحة لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية من قبضة الميليشيا الحوثي الارهابية كما أكد العالمي ارتزام المجلس والحكومة بدعم كلية الطيران والدفاع الجوي بكل الإمكانات اللازمة والمطلوبة لتعزيز كفاءة فرات القوات المسلحة